هذا البرنامج يؤكد على وجود حالة من عدم التوازن في برنامج عمل الحكومة وأيضاً حالة من عدم التوازن في التعامل مع الشعب الكويتي هذا البرنامج عبارة عن خسخصة لجميع الخدمات لم يراعي المتقاعدين لم يراعي الحالة المعيشية لم يراعي المستوى البعيشي الذي وصل له أبناء الشعب الكويتي برنامج عمل الحكومة للأسف الوقت قصير ولكن أحاول أن أقتصر هذا الموضوع لا يوجد في عمل برنامج الحكومة أي قوانين للإصلاح السياسي لتعديل المسار سواء المحكمة الدستورية أو النظام الانتخابي أو الجرام الأفترالية وغيرها من قوانين الإصلاح فقط الموجود قانون مفوضية العليا هذا البرنامج يركز على زيادة العباء على المواطنين والشعب الكويتي الكويت مقبلة على عجز تهربائي شديد وللأسف الحل اللي عند الحكومة التوجه إلى خصخصة الكهرباء يعني باتر حكومتنا راح تسلم كل الخدمات حق بجموعة من التجارة وهذه مشكلتنا الأساسية في هذا البلد هذه المشكلة التي نعاني منها في هذا البلد حكومات تذهب وتأتي حكومات والقرار للسلطة التجارية في هذا البلد أصحاب النفوذ ليست بيننا وبين أي شخص عدوا في هذا البلد لكن لا يمكن أن نقبل أن يسيطر على البلد مجموعة إقطاعيين لا وزير ولا رئيس حكومة يقدر يرد بكلمة وحدة على واحد من الإقطاعيين والدليل هذا البرنامج المخزي الذي يدل على خضوع السلطة التنفيذية لمجموعة من الإقطاعيين شوف البرنامج من الحكومة شنو عنده وزير الأخ وزير المالية شنو قدم شنو عرض كل ما يتعلق في الخدمات العامة بحولوهنا للحكومة لجموعة من التجار أنا بأعطيكم إحصائيات بسيطة جدا عندي ردود كثيرة عندي ملاحظات كثيرة لكن إن شاء الله راح يكون الرد على الحكومة وعلى برنامجها بكل دقة فنية مهنية من قبل اللجنة المالية أثناء تحويل هذا البرنامج يا أخوان 23 مليار دينار كويتي قبل أن أقول آخر خمس سنوات أتكلم عن آخر عشر سنوات المصرفات الرئيس المالية في الخمس سنوات 12 مليار 320 مليون دينار كويتي شفتوا مشاريع جيدة شوارع مكسرة لا توجد بنية تحتية جيدة صرف على القطاع الخاص 12 مليار دينار 320 مليون وأيضا خلال العشر سنوات إضافة لهذه الخمس سنوات أصبح المجموع 23 مليار دينار صرف على القطاع ولم يوظف القطاع الخاص المواطنين الكويتين بالرغم من تحمل الحكومة لا مو الحكومة ميزانية الدولة تحميلها 75% من رواتب اللي خاضعين للقطاع الخاص لم تنظر الحكومة إلى تحسين الخدمات بل نظرت إلى الخسخصة لم تنظر الحكومة في هذا البرنامج إلى الالتزام بالدستور وواجباتها تجاه الشعب الكويتي بل نظرت إلى الخسخصة نأخذ الإحصائية نعطي مثالين لهم وزارتين في الدولة الصحة والتربية الصحة والتربية مجموع إجمالي مصاليف التربية 10 مليارات خلال خمس سنوات الماضية 10 مليارات و 2 17 مليون و 191 904 دانير والتعليم في أسوأ مراحلة وزارة الصحة 12 مليار خلال خمس سنوات 12 مليار و 419 مليون والرغم الباقي تحسنت الصحة أدوية ماكو موعيد ماكو المفروض الحكومة الضمن في برنامجها الإدارة الجيدة للدولة ومستقبل الشعب فقط في هذا البرنامج منظور وإطار عام حتى الإطار العام سلبي بهذه البرنامج إحنا ما عبرنا بينكم عداوة لأخلق السمو الرئيس إحنا نعمل لوطن تشتغل للبلد أول من إنسانتك أنا أول من يوقف بالعلن وياك أنتوا حكومتك لكن هذا برنامج جزيل برنامج تحويل شكرا الله شكرا الله شكرا الله شكرا الله